هبتدي حلقة النهاردة بمباركة واضحة وصريحة من القلب ومن الوجدان للشعر الكبير جمال بخيط جمال بخيط تم تكريمه من دار الأوبرا المصرية ووزارة الثقافة عرفانا بدوره الكبير جدا في الحياة الثقافية إنما الحقيقة وبعيدا عن التكريم وبدون أي مناسبة وفي كل مناسبة جمال بخيط من أشعر وأبدع وأجمل وأصدق شعراء العمي سواء كان في أغاني بتغنى أو شعر ودووين جمال بخيط بيقول كلمته سواء كانت شعر أو نسر أو رأي بدون حسابات بمنتهى البساطة بمنتهى الوطنية بمنتهى الإحساس وما بيبقاش عامل حسابات قبل ما يقولها ولا حتى بعد ما يقولها جمال بخيط له بصمة رائعة جدا في عالم الأغنية سواء كانت أوبريت أو مقطوعة صغيرة بتتغنى أو أعمال في الراديو له ابتكارات غنائية كان هو الأول أو من قلائل تصدوا لها ألف مبروك للشعر الكبير جمال بخيط مبروك مش بس عشان التكريم مبروك طول الوقت لأنك موهبة وإنسان استثنائي في مصر ألف مبروك يا أستاذ جمال سنبع الشاعر الكبير جمال بخيط لاستلام درع التكريم رائعة للتردد الأخرى وهو كل وقت دكترة لمبدعين وكمان بوجه تحية للأستاذ محمد علي اسليمان وكل المبدعين اللي تم تكريمهم في الفترات الماضية بعد الفاصل هنشوف الكتاب ده أو المشكلة دي نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح خطأ 5 على 6 نجوم رمضان معاك على واتشت اشترك وما تخليش حاجة تفوتك